وصل فريق الحماية المدنية الجزائرية ليلة ثلاثاء إلى الأربعاء إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ والإغاثة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا وكان في استقبال فريق الحماية المدنية بالقاعدة العسكرية ببوفاريك في مدينة البوليدة غرب العاصمة الجزائر كل من وزير الداخلية الجزائري إبراهيم الراد والمدير العام للحماية المدنية الجزائرية العقيد بوعلان بوغلف يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد قدم تحياته إلى أفراد الحماية المدنية الذين تم إفادهم إلى تركيا وسوريا لمساهمتهم في جهود الإغاثة وإصعاف المنكوبين